اشتركوا في القناة جبهة النصر التابعة لتنظيم القاعدة باتت عامل جذب للمقاتلين الإرهابيين في سوريا في تقرير ورد على صحيفة الجارديان البريطانية جاء فيه أن العصابات الإرهابية المسلحة باتت تفقد عددا من مقاتليها وقدراتها أمام هذه الجبهة مع تعظم قوتها وبروزها كقوة ناشئة مجهزة وممولة بشكل أفضل في تقرير يكشف الأدلة المتزايدة على تنامي قدرة جبهة النصر الإرهابية وهيمنتها على المجموعات المسلحة التي تقاتل في سوريا قالت الصحيفة إنها ومن خلال مقابلات أجرتها مع قادة ما يسمى الجيش الحر في أنحاء سوريا جمعت أدلة تؤكد تزايد قوة هذه الجبهة وإن الأدلة تؤكد حجم المعضلة التي تواجه الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الحكومات في دراستهم لمسألة تسليح المسلحين في سوريا وأضافت الصحيفة نقلا عن متزاعمين فيما يسمى الجيش الحر أيضا أن وحدات كاملة انضمت إلى جبهة النصر في حين فقدت وحدات أخرى ربع قوتها أو أكثر أمام هذه الجبهة مؤخرا وقالت الصحيفة إنه وفقا لأحد التقديرات فإنما يسمى الجيش الحر فقد ربع عدد مقاتليه الكلي لصالح جبهة النصر التي تملك عناصر يعملون بشكل سري بحيث يتمكنون من تحديد وإيجاد مقاتلين جدد لتجنيدهم وأضافت الصحيفة أن الأيدولوجيا تمثل عاملا قويا آخر وراء انضمام المقاتلين إلى جبهة النصر بسبب عقيدتها الإسلامية وتمويلها الجيد وأسلحتها المتطورة وتابعت الصحيفة أن الحكومات الغربية تقول إنها على علم بالمشكلة المتمثلة بجبهة النصر التي تخضع لمراقبة وكالات الاستخبارات لكنهم غير متأكدين من مدى هذه المشكلة جبهة النصر الإرهابية وباعتراف الولايات المتحدة الأمريكية باتت عامل جذب للأفراد الإرهابية جبهة النصر تقاتل الشعب والجيش العربي السوري إنها إذن تستحق القتل قسماً بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله أودع في ضمائرنا وأجر في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر قسماً سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد قسماً بذاك ونحن نحن الصادقون ترجمة نانسي قنقر